إن عرض معنا جليس يخلي الإنسان ينور الجليس ده يخلي القلوب تنشرح ويخلي الإنسان كأنه عنده عين بيشوف من وراء الأحداث ويشوف بيها اللي غاب عنه وكمان يخلي الإنسان حسس بالوسع والسعة جليس ما تقودش معاه غير وتستفيد حاجة جديدة جليس دايما يخلي الإنسان في حالة تقلق وفي حالة قدرة أنه يبدع جليس لما يعشره الإنسان يحس أنه كل يوم بيتجدد وكل يوم عنده حاجة إضافية في حياته جليس بديع قوي جليس مؤنس كده لما تقعد معاه كده يحسسك بإمتك الجليس دا جليس يخليك موصول مع الأنبياء جليس يخليك كمان بتحب الأولية جليس كمان يطلعك للسماء السبعة وتعرف اللي أنت ما شفتوش الجليس دا أكتر حاجة محتاج الله في وقتنا دا الجليس دا هو طلب العلم طلب العلم يا سادة أبدع وأجمل حاجة ممكن يعيش لها الإنسان ويعيش بيها الإنسان طلب العلم دا حاجة فيها من اللزة ما يعرفهاش غير اللي أضى حياته في طلب العلم وإحنا معنا شيخ من المشايخ اللي أضوا فترة طويلة من حياتهم في طلب العلم معنا فضيلة الشيخ سعد الأزاري سلام عليكم يا فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دي الأنوار يا سيدنا وشيخنا إزاي حضرتك يا شيخ سعد والله الحمد لله يا رب العامين بفضل دعوتك يا مولانا أنا عايز أكلمك على حبيب لي وليك طلب العلم خلينا أسألك سؤال إيه المجالات اللي أنت شايف أن هي مجالات الألية بطلب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سيدنا يعني في البداية أنا سعيد بتواجد مع حضرتك يعني شيخي واستاذي ومعلمي يعني لا يضف على بابكم في طلب العلم لكن حضرتك لما سألت عن مجالات طلب العلم مجالات طلب العلم كامنة في قوله سبحانه وتعالى أدى له الخلق والأمر سبحانه وتعالى يعني جعل جناحي العلم كامنة في طلب العلوم على العموم العلوم الشرعية والعلوم غير الشرعية لكن بالرغم أن يوجود علوم شرعية وعلوم غير شرعية إحنا بنسميها علوم حياتية اللي بتتعلق بمسألة الخلق والعلوم الشرعية اللي بتتعلق بمسألة الأمر اللي هو الوحيد الكامل في القرآن والسنة لكن بالرغم من هذا التنوع فلا يقتصر الإنسان على طلب العلوم الشرعية فقط إلا أن وجود العلوم الشرعية والعلوم غير الشرعية كل علم له حكم خاص به فنجد أن العلوم الشرعية منها ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين فرض عين يتوجب على الإنسان الذي مثلا تصدر الإفتاح يجب عليه علوم معينة ينبغي أن يبحث عنها وأن يتعلمها فهناك علوم بالرغم أنها علوم شرعية فرض عين على الإنسان يتعلمها. إنسان يمارس الصلاة. خليني يا شخص سعد بدلا أنت تكلمت على أني العلوم في بعض الأحيان بتبقى فرض عين فعل في سن معين لطلب العلم لا يوجد سن معين لطلب العلم. إحنا سدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل إليه الوحي. انزل إليه الوحي هو في سن الكام. في سنة الاربعين سنة حينما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق لما طلب منه القراءة. طلب منه القراءة وهو في سن الأربعين. إحنا عندنا أدوات لتحصيل العلم ملاش علاقة بسن. قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سينبيك عن تأوليها ببيان. زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. دي أبي يشدنا الإمام الشافعي. بالضبط كده. وإحنا عندنا في الإمام الثقاف جمع سبع كتب مفيدة كده. ذكر منها في أحد هذه الكتب فيما يتعلق بطلبة سادة الشافعية ذكر أن العلم يحتاج إلى شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإدحاق وعطل وزاع. الأربع حاجات دول طالما متوفرين في الإنسان عنده أدوات لطلب العلم. عندنا الشيخ فاضيب الشيخ سعر خلينا أسألك سؤال بما أن العلم ما فيش سن معين لطلبه. أنت شايف أن في وقت الإنسان يتوقف فيه عن طلب العلم. في مرحلة من حياةه يتوقف فيه عن طلب العلم. لا يوجد مرحلة معينة في حياة الإنسان لأنه لا يرتبط بسن. لكن ربما تحدث عليه طوارئ أمور طارئة بتمنعه ليس في طلب العلم. ربما يطلب العلم لكنه لا يستطيع أن يمارس العلم. إحنا حضرتك زي ما تعلمنا من سيادتكم. إحنا في مثلا في طلب في مسألة الحديث. الشيخ يحصل العلم وبناء على قوله سبحانه وتعالى وكن رب زيبني علمه. لكن إخراج العلم له مرحلة ربما يمر على الإنسان حال فلا يستطيع أن يخرج العلم. زي ما احنا بنقول هذا الشخص لا يؤخذ بحديثه في نهاية حياتي. لماذا؟ لأنه قد خريف بآخره. مثلا عنده حزن لي أسوا معينة. فهو ما توقفش عن العلم لكن توقف عن الأداء. يعني ما توقفش عن التحصيل لكن يتوقف عن الأداء لأنه ما بقاش محل للأداء؟ تسمعني يا شيخ سعد؟ نعم نعم يا سيدي طيب فضلت الشيخ سعد أنا سعيد. نعم يا سيدنا وحنا عندنا الشيخ خالد الأدهاري بدأ في طلب العلم وعنده 30 سنة وبالعبس بدأ من قلب باعي. صحيح صحيح فضلت الشيخ فضلت الشيخ سعد أنا سعيد جدا 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 أن حضرتك شرفتنا ونورتنا بهذه المداخلة الطيبة اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون في ميزان حسنات